لماذا كانت المرأة أكثر تضرراً من الرجل خلال جائحة كورونا؟ 70% من الصفوف الأمامية في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا نساء عرض حياتهن للخطر ورغم ذلك يحصلن على أجور أقل من الرجل في ذات المهن الصحية 80% من النساء العاملات يعملن في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة كالتعليم والسياحة والضيافة والزراعة المدارس مغلقة وكذلك دور الحضانة العناية بالأطفال كانت أحد أكبر مصاعب المرأة خلال الجائحة خصوصاً المرأة العاملة امرأة من كل ثلاث تتعرضن للعنف الأسري خلال حياتها في زمن كوفيد-19 سجلت بعض الدول تضاعفاً في حالات العنف الأسري وكذلك الثلاث تتعرضن لجلسة مهمة تتعرضن للإمكانية وكثير منهم عملية تتعرضن للإمكانية وكثير من العنف الأسريق والرطاعة وميادرات ترجمة نانسي قنقر